السلام عليكم أنا بنتي عندها سنة وثلاث شهور دايماً وهي بتعمل حمام بتعيط بس الساعات بيكون ماسك مثلاً عشان الأكل هل ده طبيعي؟ طبعاً طبيعي طبعاً طبيعي لأنه فاكرين احنا عملنا برضو حلقة مهمة قوي عن الإمساك كل ما يتعلق بالإمساك أرجوكوا رجعوا للحاجات دي على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب هتستفيدوا بجد خلاص أول أسباب الإمساك لو تفكروا في الحلقة قولنا إيه؟ أنه قلنا أول وأهم أسباب الإمساك أسباب حدوثه هي التماسك الشديد في قوام البراز وقلنا أن من أشهر الأسباب لكده تقديم الألبان النصف دسم للأطفال وقلنا أنه ده غلط قلنا أنه ده غلط ده بيسبب إمساك وبيحرم الطفل من الفيتامينات التي تزوب في الدهون فمش المفروض أن احنا ندي الأطفال اللبن اللي هو اللبن الحليب نصف دسم أو خالم الدسم ده غلط إلا لو الطفل ده عنده حالة مرضية أو عنده استعداد مرضي لعلو اللي هي الدهون والكلستيرول والدهون السلسية وكده خلاص إنما في العادي لا ما ياخدش ياخد اللبن حليب عادي وقلنا كمان أنه يسبب التماسك الشديد نقص كمية السوائل في غذاء الطفل وتحديدا الميا وقلنا لو الطفل بيرضع صناعي تخفيف الرضعات في اللبن الصناعي يعمل الحكاية دي وقلنا أنواع معينة من اللبن الصناعي ممكن تسبب إمساك وقلنا افتقار غذاء الطفل للألياف ممكن أنها تسبب الإمساك وقلنا زيادة محتوى البروتينات في الأكل وقلنا لو الطفل ده بيأكل حديد مش بيأكل يعني حديد بيأكل أغذية فيها حديد كتير أو بياخد فيتامين حديد خلاص ده ممكن يعمل إمساك ولو الطفل ده لسه بيرضع ممكن حضرتك ينتقل الإمساك له لو أنت بتاخدي حديد كفيتامين أو بتأكل حاجات فيها حديد كتير سؤال الأخير يا رب نلحق بس الفينو والبسكوت السادة غلط على طفل عمره سنة الحياة اللي عيش الفينو بيسبب الإمساك وفيه نقص للألياف الطبيعية الخبز الكامل هو اللي كويس وغير كده أنه بيسبب الشبعش السريع يعني بيخلي الطفل يشبع بسرعة فما يعرفش يأكل البسكوت بقى غلط خالص لأنه أولا لما نجيب أي بسكوت اقروا لمكونات هتلاقوا حاجات كتير قوي فمعظم هذه الحاجات مش ملأمة للطفل اللي عنده سنة خلاص غير كمان أنه بيبقى عليه مواد حفظة غير حكاية الشاي اللي قلنا عليها أنه غلط أنه يتحط على الشاي وأنه بيتركم في أماكن ظهور الأسنان ده غير أنه حكاية الشاي ده بيمكن تعمل أنيميا أو كده وغير طبعا أنه بيزود المحتوى السكري في جسد الطفل فبيبقى فيه مشكلة آخر سؤال معنا النهاردة في الحلقة لو سمحت يا دكتور عندي طفل ست شهور وزبادي فراولة بس حمامه مواعيده تغيرت وآخر مرة فضل ثلاثة يام من غير حمام ولما عمل كمية كبيرة وتماسك الحمام زي الطعينة الجامدة شوية أنا خايفة يتعب فممكن حضرتك تعرفني أعمل إيه وأكله إيه بص يا ستي الأكل في الشهر السادس سيبك بقى من البسكوت اللي فيها نسون ومش أكل ده غلط شربة عطس متصفية خضروات وفواكه مسلوقة ومضروبة أو مهروسة زي الكوسة الجزر البطاطس التفاح الموز بس من غير ما نسلقه الكمترة الأغذية اللي هي بتتباع اللي هي أغذية دقيق القمح بشرط إنها تكون المرحلة الأولى وأنا ما بحب زهاش أحب الحاجات الطبيعية أكتر وأخيرا نجيبنا الأريش المهروسة ترجمة نانسي قنقر